السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كثيرين لبس عليكم تمنى تكونوا بخير وعلى خير ولقاكم هذا الفيديو في صحة جيدة يا رب اليوم سنشارك معكم حلوة الريش بوند أو محبوبة الجماهير كيف يسمونها كالجرائعة كالدوب في الفم كالتعجب الكبار والصغار بدون مكونات يعني المكونات ديالها متوفرة في كل البيت ما فيهاش البيض بدون بيض ريش بوند بدون بيض المكونات ديالها بسيطة وأي سيدة تقدر توجدها وما تاخدش الوقت بزاف باش كتوجد نخليكم مع الفيديو حتى الاخير ولعجبكم الفيديو ومن ستوش أنكم تشتركوا في القناة لا تشتركوا في سبسكرايب أو أبوني وتشيلوا الفيديو مع أحبابكم والأصدقاء ديالكم ندوز المقادر وطريقة التحضير عندي 229 جرام الزبدة عندي 8 جرام خميرة الحلوة عندي 7 جرام فاني 150 جرام سكر ساندة 150 مللتر الزيت وعندي 580 جرام دقيق سنوضع الزبدة الزبدة تكون بحرارة المطبخ سنخدم الزبدة وندفع لها فاني سنضيف السكر ساندة ونضيف رشة الملح ونضيف المكونات ونضيف المكونات مع بعض حتى نحس بسكر ساندة دابلية مع الزبدة هذه المرحلة مهمة لأنها حلوة النزوينة كانت نضيف المكونات من الناس كانوا يطلبوا لي رش بوند لأنها تعجبهم الحلوة المفضلة من الناس هي نضيف المكونات مزيان حتى نضيف باقي المكونات الزيت 150 ملل ونضيف المكونات مزيان حتى ننسى الزيت مع زبدة وصكر سينيدا نضيف المكونات مزيان لان انا نضيف المكونات مزيان او ريش بوند او اي حلوة نضروري نخدم المكونات الأولى الزيت والزبدة والسكر نضيف المكونات مزيان اما الضقيق نجمعو به لكي تجينا الحلوة خفيفة نضيف المكونات الضقيق انا هزت لي الضقيق هزت لي 580 غرام انتو لم تقدر تهزلكم ما بين 550 حتى 600 غرام نضيف المكونات على حسب نوعية نوعية الدقيق كان الدقيق لكي شرب كان الدقيق لما يشرب على حسب النوعية الدقيق اضيفه الدقيق بالكمية بالكمية و تكسعين ثم لا نشوفه حتى العجينة ديلا خصة تكون نرطبة لا تكون قاسحة و لا تكون مرخوفة خصة تكون لينة نضيفه بالكمية بالكمية و نجمع كتجى رائعه هذا الرشبوند يعني الرشبوند بدون بيض بمكونات بسيطة و كتجى رائعه كيف مما تلاحظه في الفيديو نضيفه من الكمية بالكمية لا نشد دقيق و نخيفه مرة نزيد بكمية بالكمية كي نرى عيني ميلاني كيف أكبرنا يكون العجينة يجب أن تكون لينة حتى نلقص العجينة لا تضيفه لا تضيفه كدوب لا تضيف نقص خفيفه لأن العجينة اكبرنا الزاتليات 580 جرام نجمع فيها حتى نجمعها كما تلاحظوا يعني العجنة تكون لينة بعد ما جمعت العجنة تكون على هات الشكل يعني كيفما تشوفوا العجنة غير كنت تتكور لينة بكل سهولة انا عندي هنا الميزان انا كندير في ريش بوند مني كان بغلنا نلاقي ريش بوند حبة مع حبة كندير فيهم 7 جرام الحجم ديالها كجزوين كيجي هو هادا كيجي صغير زوين إلا بغيتوا تتمديروا غير يعني غير كورة وحدة وتشكلوها يعني ما تلاقوش الكورات ممكن تستعملوا اي اي شكل بغيتوا انا كندير فيها 7 جرام وكان نعبر في الكورات ديالي كاملين 7 جرام باش يجون القياس واحد وكتجيني الحلوة ايها هاداك في الحجم ماشي ما تجينيش وعدة كبيرة وحدة صغيرة الحجم ديال 7 جرام كتجي فيه الحلوة يعني زوينة من اغلاقه او جوج حبات كيجي قياس ديالها هو هاداك نبقى بها الطريقة حتى نكمل الحلوة ديالي في العبار ووضعها في السينية ديال الفرن بعد ما كملت الحلوة ووضعتها في السينية ديال الفرن دا بغدا ندخلها الفرن حتى كتطيب ليها على 350 فارانايت ونتلقوا بعد ما تطيب لنا الحلوة ان شاء الله بعد ما طابت لي الحلوة كتكون على هات الشكل يعني مخصش تحمر بزاف من الفوق كتجي على هات الشكل كتكون محمرة يعني من التحت وكتكون يعني اللون ديالها بحل ذهبي من الفوق كتجي زوينة دا بغدا ننزينوها كنخلي واحدة كتب رد بعدها ننزينوها عندي هنا للكونفيتير ديال مشماش وعندي اقليت هنا شوية في الزلافة غدا نلصق به الريش بوند وعندي الكوك غدا نضيف عليه الكمفيتير ديال مشماش غدا نضيف عليه المزهر وغدا نوضعه فوق النار حتى كي يسخل ليه ويدوب ليه ذلك الكمفيتير وغدا نزينو به ان شاء الله كنبقى كنخلط فيه على هات الشكل حتى كي يدوب ليه ذلك الكمفيتير كون لسائل كنبقى كونبتير يبقى كونبتير كونبتير ديال مشماش معه الماء ظهر تأتي واحد الماذق رائع في الحلوار ديال الريش بوند كمية الكوفيتير او الماء اظهر على حسب الكمية الحلوة ديال الريش بوند اللي عندكم كيولي على الشكر يعني كيولي سائل ديال الريش بوند كنلاقي بهادك الكوفيتير اللي خليتي يعني عادي ما سخنتوش وكنوضع واحدة اخرى فوق منها كيجي القياس هو هذا الحلوة ديال الريش بوند كيجي وحدة قد وحدة ما كيجيش وحدة كبيرة وحدة صغيرة مني كنعبروهم كنبقى على هاد الكمية وكنخليوها مني كنوضعوها في الكوفيتير كيكون مازال دافي يعني باش كي تشرب لنا الحلوة داك للكوفيتير او الماء الظهر كنخليوهم شوية كنندير لهم هاد طريقة وكنخليوهم شوية في الكمفيتير عادة كننحيدهم كنسقطرها من الكمفيتير وكنوضعها في الكوك او جوز الهند كنسقطرها من الكمفيتير وكنوضعها في الكوك او الماء الظهر كيكون مازال سخون باش كتشرب لنا الحلوة هادك الكمفيتير ولماء الظهر كتجي يعني رطبة كنسقطرها من الماء الظهر كتجي يتبع الماء الظهر كتجي يتبع وكنوضعها في الكوك في هذه الطريقة الكوك يكون الرقيقة يعني لا يكون الغليد لكي يكون في الشكل الرشبوند يكون في الريشبوند نقوم بإمكانك نقوم بإمكانك الكوك من الجهات الكاملة تجعل هذا الشكل وخلق إضاءة قليلة وأيضا قانون قانون مجرد قانون 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وعادة ساعة تبدو كتوضعو في الكمفيتير وكتخليوهم شوية في الكمفيتير وعادة تبدو كتوضعو في الكوك تجيكم الخدمة سهلة يعني كتديرو بالخمسة بستة ولا حسب الكمفيتير فاش واضعينو واش عندكم كمية كبيرة ولا لا قد ما خليتوها كتشرب في الكمفيتير كتجر طبعا قد نستقطرها من الكمفيتير ووضعوها في الكوك وبدأ نديرها في الكوك بطريقة ووضع في الطبق التقديم قد نستطيع أن تكون لنا بعض الأطراف ديال المشمش كنحيدوهم باش كتجين الحلوة مقاددة والشكل ديال هزوين وشكل ديال هزوين قد نبقى بها الطريقة حتى نكمل الحلوة ديالي كاملة ونضعو في الشكل النهائي ديال هزوين ونبقى ندير ليعليات الشكل بشكل تتأخذ لي الكوك من جميع الجوانب حتى نكمل الحلوة عندي كاملة ونتلقاوه في الشكل النهائي ريش بوند إن شاء الله وهذا هو الشكل ريش بوند محبوبة الجماهير اللي يبغيها الكبير والصغير نتمنى أن الفيديو كنا الإعجاب ديالكم والإعجابكم ما تنسوش أنكم تشيروه مع الأحبابكم والأصدقاء ديالكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في آمن الله إلى فيديو قادم إن شاء الله